اشتركوا في القناة فلما افل قال اللهم يهديني ربي من القوم لكنن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون فهذا الامر الظارنة كان امام الناس ليس وحده ولذلك اختلف اهل العلم هنا هل قال ابراهيم ذلك على سبيل النظر او على سبيل المناظرة هل قال هذا على سبيل النظر او على سبيل المناظرة سيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله تعالى لكن الآن نريد تفاصيل هذه الآيات بالمعاني يقول فلما جنة عليه جن يعدخل قطاه وستره الليل من الجنة والجنة هي البستان الذي تحيط به الأشجار من كل مكة حتى لا ترى ما بداخله جن عليه الليل قطاه وستره ومنه الجن الذي لا تراهم والمجن الذي يحميك حيث لا يرى الذي خلفه فهنا فلما جن عليه الليل أي دخل عليه الليل وغطاه وستره فلما جن عليه الليل رأى كوكبا يعني وهو جالس مع قومه رأى كوكبا والمشهور أن هذا الكوكب هو الزهرة والزهرة هذا على ما يقال إنه يعني إله الحب عند الإغريق لأنه يعني يرى مع القمر يسمون إله الحب فيقول إنه رأى الزهرة فقال هذا ربي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا لأن هذه الكواكب تخرج بالليل ما ترى بالنهار نادرا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفله لأن هذه النجوم تظهر وتغيب هذا مرتبيعي جدا تظهر وتغيب الشمس تظهر وتغيب القمر يظهر ويغيب فلما أفل أي هذا النجم قال لا أحب الآفلي لا أحب الآفلي هنا إبراهيم هل كان ناظرا أو مناظرا إن كان ناظرا فقال أهل العلم كان هذا قبل البعثة يعني لما كان صغيرا لما كان قبل أن يصير نبيا قبل أن يصير نبيا هو في فطرته ما يقبل أن يعبد صنما كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي كم عاش قبل البعثة أربعين سنة أربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن يبعث قبل أن يأتيه جبريل طيب قبل أن يأتيه جبريل ماذا كان كيف كان يعبد الله هل كان يعبد الله أو كان يعبد الأصنام مع قريش ما كان يعبد الأصنام كان حنيفا صلى الله عليه وسلم لكن ما يعمل تفاصيل الشرع لكن يدري أن اللي عليه قومه خطأ كان يذهب يتحنث في غار حراء يجلس وحده صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد لكن معاجبة الواقع الذي عليه قومه وكان في غيره هناك غيره ممن كذلك مثل زيد بن عمر ابن نفيل مثل ورقة بن نوفل ما يقبلون الشرك الذي يقع فيه قومه أو وكر الصديق قالوا كذلك لم يكن يعبد الأصنام معهم فالقصد إبراهيم قالوا كذلك ما كان عنده يعني ما كان يوحى إليه ولم يكن نبيا لكن ما عاجب وضع القوم ما لا يعجبه وضع قومه أنهم يعبدون الأصنام يشوفهم يصنعونها وبعدا يعبدونها ما يصير كيف أنت تصنعه وأنت تعبدها ولا تغني عن أنفسها شيئا ولا تدفع عن نفسها ولا تنفع ولا تضر ولا تأكل ولا تشرب كيف تعبد هذا فكان منكرا للأصنام عبادة الأصنام فكان جلس مع قومه فلما رأى كوكبا قال هذا ربي ممكن يكون هذا ربي على الأقل هذا مرتفع ومضيء وينتفع الناس به وليس هذه التي نصنعها نحن هذا لا دخل لنا به يمكن هذا ربي فلما أفل غاب قال لا مو ربي هذا ليس ربي لماذا أفل لو كان ربي لما أفل لأن الأفول الغياب يغيب كيف يكون ربي ويغيب طيب إذا احتش له غايب كيف ينفعني غايب ما يدري عني لا يصلح أن يكون ربا ربي الذي أعبده يجب أن يكون مطلعا على أحوالي في كل وقت ومتى احتشت إليه يكون بجانبي أما رب يأفل يا رب يغيب رب لا يطلع علي لا ما أريد هذا الرب ما أريد أن يكون ربي ممن يأفل فلما أفل أي غاب هذا الكوكب قال لا أحب ما أقبل أن يكون هذا ربي هذا إذا قلنا من جهة النظر لأنه هو يبحث إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا لا ينافي كونه بعد ذلك صار نبيا لأنه لم يقع في الشرك هذا ليس مشركا لأنه كان يبحث عن الحق صلوات ربي وسلامه عليه وإن قلنا مناظرا لا يناظرهم فكان يقول هذا ربي يلا هذا ربي كأنه يستفهم أهذا ربي أسأتلز يلا هذا ربي كل واحد أنا راضي لأن قوم إبراهيم قسمان قسم يعبد الأصنام وقسم يعبد الكواكب قوم إبراهيم قسمان قسم يعبد الأصنام وقسم يعبد الكواكب هو أنكره شيء عبادة الأصنام أتتخذ أصناما آلهة الآن بدأ بإنكار الكواكب فقال هذا ربي يلا أنا راضي هذا ربي لما أفل قال لا أحب الآفلين وهذه رسالة لهم يقول لا يجوز أن يكون ربا ويأفل أو أن يكون على سبيل الاستفهام أهذا ربي أهذا الكوكب هو ربي هذا تدعونه من دون الله أهذا ربي يتنزل معهم لأن هذا سبيل مناظر الآن أهذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين أي لا يصلح هذا أن يكون ربا لي